لا صوت يعلو فوق صوت الدوري فوق صوت المنافسة المحتدمة على البطولة وأيضا للنجاح من الهبوط قبل قليل انتهت مباراة امبي واسموحة بالتعادل السلبي وبالتالي أصبحت المنافسة على احتلال المركز الرابع أو التالت التالت والرابع المصري ضمن المشاركة في الكونفدرالية كتالت الأهل والزمالك ضمن المشاركة في دور الأبطال بكرة 10 أغسطس الموعد النهائي للاتحاد المصري لتسمية ممثلي مصر في بطولتين أنديت القرى للموسم القرى الجديد وبالتالي الأهل والزمالك دور الأبطال المصري في الكونفدرالية من تاني في الكونفدرالية الاتحاد السكندري عنده فرصة لو كسب الزمالك لو فاز على الزمالك بكرة يدخل رابع لو لازم يفوز يفوز التعادل ما يفوضوش التعادل حيكون في صالح بيرامدز سموحة كان عنده فرصة النهاردة لو كان كسب أمبي كان هو اللي دخل مباشرة على حساب بيرامدز لكن تعادله خل الوضع فيما بين الاتحاد وبرامدز للمشاركة في الموسم القرى الجديد في الكونفدرالية برفقة المصري البورسعيد المسألة محتدمة أوي محتدمة ولكن في كل الأحوال لازم نحيي طبعاً المصري على الاحتلال والمركز الثالث وحسمه هذا الأمر وماشي بشكل يعني مش عنول فقط توقعات لأنه هو الفطرة الأخيرة باستمرار في المربع الزهر لكن يعني بدري بدري عرف أنه هو مشارك أي يبقى نحيي سموحة ونحيي الاتحاد اللي هم مازال يحقيقان من النتائج ما يسمع أنهم كان يطمحا في أنهم ما يخشوا على حساب بيرامد بيرامد منطقي جداً أنه كان يبقى يا ثالث يا رابع على أساس الإمكانات القوية المتاحة عنده وكل ناس كانت متوقعة هذا الأمر أنه كان ينافس حتى على المراكز الأول والتالي إذن يبقى سموحة وما يحققه من النتائج والاتحاد وما يحققه من النتائج وما ينتظره من فرص على فكرة يمكن إحنا ما نعرفش من هنا لأخر السنة المركز الرابع ده هيتحسم إزاي وتحوال حتى التالي ولكن إذا كان الاتحاد حيستند إلى هذه اللحظة اللي هي عشر أغسطس المعاد الأخير المعاد الأخير وأنه يرتب الجدول على المعاد الأخير ربما ما يكونش ودى الترتيب النهائي للجدول آخر السنة للجلدول آخر السنة